مفاجأة بشأن فيديو التحرش والتطول اللفظي على فتاتين في جنوب سينة تداول أمس على مواقع التواصل الاجتماعي X تويتر سابقاً مقطع فيديو قامت بيه فتاتين بالتقاط السائح تحرش بيهم في جنوب سينة تم تداول الفيديو على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي واعتقد البعض أن السائح ده إسرائيلي حيث ردد في الفيديو عبارات وألفاظ بزيئة زي هذه الأرض ملكي لإسرائيل ولا أحد يستطيع فعل شيء معي وكشفت الأجهزة الأمنية مفاجأة وتفاصيل عن ملابسات مقطع الفيديو المتداول وحيث أكدت تحريات أن السائح يحمل جنسية أجنبية لكنه ليس إسرائيلياً وأكدت الأجهزة الأمنية أنه بفحص الفيديو اللي بيظهر فيه أحد الأشخاص وبيقوم بالتطاول اللفظ على فتاتين في محافظ جنوب سينة تبين أن الشخص الظاهر في مقطع الفيديو ليس إسرائيلي جنسية وإنما يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية الأخرى كما تبين أن الفتاتين تقدموا ببلاغ للجهة الأمنية للدهازة الشخص لتطاولوا عليهم واتخذت الإجراءات القانونية طبعاً وجاري اتخاذ اللازم حياله ترجمة نانسي قنقر